السلام عليكم اليوم سنرى طريقة عمل جورب بغرزة الجراني لمقاس رجل 38-39 بطريقة سهلة وبسيط واستعملت لونين من هذا النوع من الخيط وقبل العمل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر إعجاب والآن هيا بنا إلى العمل على بركة الله بسم الله أقدت البداية سلسلة 2-3-4-5 نغلق هذه السلاسل بمنزلقة على السلسلة الأولى لنشكل حلقة نرتفع بثلاث سلاسل نعتبرها العمود الأول داخل الحلقة أو الدائرة نشكل عمود ثاني سلسلتين ثم عمودين آخرين سلسلتين سلسلتين عمودين ونكمل ونكمل اثنان عمود بنفس الطريقة نغلق الآن هذه الدائرة بمنزلقة على العمود الأول الآن نمر إلى الفراغ بمنزلقة فوق العمود الثاني وندخل للفراغ ثلاث سلاسل ارتفاع نعتبرها العمود الأول نضيف في الفراغ عمود ثاني وعمود ثالث ثلاث أعمدة في الفراغ سلسلتين نمر إلى الفراغ الثاني كذلك ثلاث أعمدة بلفة في نفس المكان ثم سلسلتين ثلاث أعمدة في الفراغ الموالي نستمر بنفس الطريقة إلى أن ننهي هذا السطر نهاية السطر نغلق بمنزلقة على العمود الأول نمر إلى الفراغ بمنزلقة فوق الأعمدة الآن ندخل لون آخر بنفس جي بهذه الطريقة نرتفع بثلاث سلاسل التي نعتبرها العمود الأول ثم داخل الفراغ أضيف ثلاث أعمدة بلف العمود الأول نضيف العمود الثاني والعمود الثالث إذن أصبح العدد أربعة أعمدة في الفراغ سلسلتين وفي الفراغ الموالي أربعة أعمدة بلفة كذلك في كل فراغ من هذا السطر نشكل أربعة أعمدة نهاية السطر نهاية السطر سلسلتين وسنغلق هذا السطر على العمود الأول وندمج هذا الخيط الأبيض الأول في هذه الغرزة لأننا سنشتغل به فيما بعد الآن نمر إلى الفراغ عبر منزلقة فوق الأعمدة بهذه الطريقة وفي الفراغ نرتفع بثلاث سلاسل في السطر السابق أربعة أعمدة الآن في الفراغ نشتغل خمسة أعمدة بلفة في كل فراغ إذن خمسة أعمدة في هذا الفراغ سلسلتين ثم في الفراغ التالي كذلك خمسة أعمدة وفي جميع فراغات هذا السطر خمسة أعمدة نهاية السطر سلسلتين ونغلقه بمنزلقة كذلك ندمج الخيط أبيض سنشتغل به في هذا السطر التالي ونغلق بمنزلقة نمر إلى الفراغ بمنزلقة فوق الأعمدة وفي الفراغ نشتغل باللون أبيض نرتفع بثلاث سلاسل في هذا السطر سنشتغل ستة أعمدة بلفة العمود الثاني العمود الثالث الرابع العمود الخامس والعمود السادس ستة أعمدة في الفراغ اشتغلنا في السطر الأول عمودين بعده ثلاثة وأربعة ثم خمسة والآن ستة أعمدة في هذا السطر سلسلتين ثم في الفراغ الموالي ستة أعمدة وفي جميع فراغات هذا السطر ستة أعمدة ونفصل كل مرة بسلسلتين بين هذه المجموعات المكونة من ستة أعمدة موسيقى 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 نغلقه بمنزلقة على العمود الأول ولا ننسى أن ندمج هذا الخير لنشتغل به فيما بعد الآن نرتفع بثلاث سلاسل نعتبر العمود الأول وفي نفس المكان نضيف عمود آخر ثم على العمود الثاني كذلك نشتغل عمود بلفة أصبح العدد ثلاثة سلسلتين أترك العمود الثالث والرابع وأشتغل فوق العمود الخامس والسادس فوق العمود الخامس عمودين في نفس المكان وفوق العمود السادس كذلك عمود بلفة ليصبح العدد ثلاثة جزأنا هذه الأعمدة الستة إلى مجموعتين مكونة كل واحدة من ثلاثة سلسلتين نفس الطريقة على المجموعة الثانية عمودين فوق العمود الأول ثم فوق العمود الثاني عمود سلسلتين نترك العمود الثالث والرابع ونذهب إلى العمود الخامس نشتغل فوقه عمودين بلفة ثم فوق العمود السادس عمود بلفة سلسلتين ونمر إلى المجموعة الثالثة وبنفس الطريقة نجزئها إلى مجموعتين مكونة من ثلاثة عمودة نهاية هذا السطر سنغلقه بمنزلقة وسندمج اللون البنفسجي لأننا سنشتغل به في هذا السطر نمر بمنزلقة على الأعمدة لنصل إلى الفراغ الآن أدخل اللون البنفسجي ثلاث سلاسة الارتفاع نعتبر العمود الأول ثم نضيف عمودين آخرين ليصبح العدد ثلاث أعمدة في هذا الفراغ سلسلتين وسنشتغل في كل فراغ ثلاث أعمدة إلى أن ننهي هذا السطر بنفس الطريقة نضيف سطرا آخرا بنفس اللون ثم سطرين بلون أبيض وهكذا إلى أن نكمل هذا الجزء الأمامي الآن سنشتغل الجزء الخلفي بنفس الطريقة بالتتابع اللونين وأترك هذا المكان مفتوح توقفنا عند اللون الأبيض سندخله نترك هذا المكان ونأتي إلى هذا الفراغ ندخل الخيط الأبيض إذن هنا غرزة حشو ثم سلسلتين لنشكل العمود الأول نضيف العمود الثاني في الفراغ والعمود الثالث في نفس الفراغ كما العادة سلسلتين وفي كل فراغ ثلاثة أعمدة نشتغل دائما بغرزة القراني نهاية السطر ثلاثة أعمدة الأخيرة نترك هذا الفراغ ثم نرتفع بثلاث سلاسل نعتبرها عمود ثم سلسلتين للفراغ وننتقل إلى الفراغ ثلاثة أعمدة سلسلتين ثم في كل فراغ ثلاثة أعمدة إلى أن ننهي السطر نهاية السطر نشكل عمود فوق السلاسل السلسل الثالثة ثم ندخل اللون الآخر لون بنفسجي نتبته جيدا ثلاث سلاسل ارتفاع نعتبرها العمود الأول ثم نضيف عمود ثاني في الفراغ والعمود الثالث سلسلتين وفي كل فراغ نشكل ثلاثة أعمدة ننهي هذا السطر الثالث ونشتغل أسطر أخرى بنفس الطريقة السابقة إلى أن نصل إلى هذا الحد إذن أكملنا الأسطر بالتناوب سطرين بالأبيض وسطرين بالبنفسجي الآن سنشكل ثلاثة أسطر بالأعمدة بلفة فقط سنترك جزء في الوسط لنشكل فيه تناقص هنا أعمدة بلفة وفي الوسط عغرز الحشو وهنا أعمدة بلفة لنشكل منطقة الإنحناء في كعب القدم شكلنا ثلاث سلاسة الارتفاع العمود الأول في الفراغ نشتغل عمود وفوق كل عمود نشتغل عمود ثم في الفراغ عمود وهكذا ثمانية عشر عمود الآن نشكل غرز الحشو غرز غرز الحشو الأولى غرز الحشو الثانية غرز الحشو الثالث في الفراغ غرز الحشو الرابعة ثم غرز الحشو الخامسة والسادسة والأخيرة في هذا الجزء سنشكل التناقص الآن نشكل أعمدة الأخرى في الجزء الثاني تمانية عشر عمود كما الجزء الأول إلى أن ننهي السطر أنهينا السطر الأول بدأنا السطر الثاني وصلنا إلى غرز الحشو ندخل إبرة في غرز الحشو الأولى نسحب الخيط ونترك ه على إبرة الكروش ندخل إبرة كذلك في غرز الحشو الثانية نسحب الخيط ونترك ثلاث لفات على الإبرة نخرج ها دفعة واحدة شكل التناقص الأول نفس الطريقة بالنسبة للتناقص الثاني نخرج ثلاث لفات دفعة واحدة تناقص الثالث بنفس الطريقة نبدأ الجزء الثاني مشكل من أعمدة بلفة أنهينا السطر الثاني وبدأنا السطر الثالث بالأعمدة بلفة الآن سنشكل التناقص في هذا المكان ندخل إبرة كروشي في غرزة الحشو الأولى ونترك الخيط على الإبرة ثم ندخل في غرزة الحشو الثانية ونسحب الخيط ونترك ه ثم ندخل في الغرزة الثالث نسحب الخيط ونترك ه نخرج أربع لفات دفعة واحدة شكل التناقص الآخر الآن نبدأ هذا الجزء الثاني مكون من الأعمدة وننهي السطر الثالث والآخير إذن أنهينا الجزء الخلفي شكل مكان إنحناء كعب القدم الآن سنجمع الطرفين بإبرة الكروشي بهذه الطريقة ثم نجمع كل غرزة بالتي تقابلها بمنزلق نتابع إلى أن ننهي جميع الغرز إنتهينا من الخياطة سنخفي الخيط تحت الأعمدة الآن لاحظوا منطقة إنحناء كعب هكذا أكملنا الجورة الآن سنزين هذا المكان بأعمدة هكذا نأخذ الخيط الأبيض ثم ندخله في الفراغ لأننا سنشتغل في الفراغات نتبت الخيط ثم نشكل غرزة نصف عمود الأولى في الفراغ وغرزة نصف العمود الثانية في نفس الفراغ في كل الفراغ نشكل غرزتين نصف عمود إلى أن أنهي جميع الفراغات موسيقى أنهينا هذا السطر الآن نضيف سطر آخر نرتفع بثلاث سلاسل في نفس المكان وشكل عمود بلفة ثم عمود آخر بلفة وعمود آخر بلفة ثلاث أعمدة بلفة موسيقى موسيقى أترك عمود اثنان وفي الثالث وشكل غرزة حشو نفس الطريقة أرتفع بثلاث سلاسل في نفس المكان وشكل ثلاث أعمدة بلفة أترك عمودين وفي العمود الثالث غرزة حشو إلى أن ننهي هذا السطر وإذا أعجبكم هذا الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله موسيقى